هذا وقد سجلت مملكة البحرين انخفاضا في عدد الحالات اليومية لفيروس كورونا نعم حيث أعلنت وزارة الصحافي آخر إحصائية لها تسجيل 3904 حالات قائمة جديدة ليصل العدد الإجمالي للحالات القائمة إلى 35700 وحالة واحدة منها 103 حالات تتلقى العلاج في المستشفى و20 حالة في وحدة العناية القصوى وهذا ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال اليوم كما أعلنت وزارة الصحافي 5754 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 455189 حالة